في موضوع آخر دعا وزير الداخلية المواطنات والمواطني غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 من مارس 2023 إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 من ديسمبر 2022 وأضاف البلاغ أنه يمكن تقديم طلبات التسجيل من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني listectugal.ma وخلال نفس الفترة يؤكد المصدر ذاته يمكن المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح المذكورة الذين غيروا محل إقامتهم أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى اللائحة الانتخابية لجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي ترجمة نانسي قنقر